بسم الله الرحمن الرحيم. آآ شرح آآ مختصر وموسط جدا لتركيب جهاز دلتاوتر. مقاس الواحد بوصة. آآ الجهاز طبعا بيكون عليه ساهم بيوضح اتجاه المية من المصدر. آآ الساهم ماشي مع اتجاه المية ناحية الاستخدام آآ فيما بعد الجهاز. آآ الادوات اللي احنا بيستخدمها آآ من عند ادوات السباكة هي عبارة عن جلبة بالسن داخلي. مقاس واحد بوصة. طبعا ده هي جهاز واحد بوصة. يبقى انا عايز جلبة مقاس واحد بوصة. آآ ومعاها اللاكور التجميع عبارة عن صامولة بلاستيكية الشكل كده. آآ فيها الالوص بتاعتها عشان تجمع الجهاز بعد التركيب. نفس الكلام من الناحية التانية عبارة عن جلبة واحد بوصة. ولاكور تجميع بلاستيك آآ على خط المية. اللي بيتم ان احنا بنجمع جزء من آآ اللاكور مع مع الجلبة بنزام آآ لحام. آآ الجلبة دي بيتم بتركيبها فيه الجهاز. والناحية التانية برضو. الجلبة الواحد بوصة بتركب فيه الجهاز بالشكل ده. بنجمع للاخر طبعا على اخر السن ما بينشتغل معنا. بعد كده طبعا بيكونوا مجاهزين خط المية. بيتقطع بالمسافة دي. بالزبط من هنا لهنا مش من هنا. بنقيس المسافة دي. وبنقطع على ادهها من خط المية البلاستيك. وبعد كده. بيتم تجميع اللاكور من الامام. بيتجمع معايا بكل سهولة. بنوصل للاخر برضو. بنجمع عليه كويس عشان ما ينقطش معايا مية. والناحية التانية برضو. المسورة اللي خارجة. بتتجمع اللاكور عليها كده. للاخر. متحركة عشان تكون سهل التركيب معايا. كده بيكون الجهاز ركب معايا بكل اريحية وكل سهولة. ما بيخدش وقت. هو عبارة عن آآ عملية فنية بسيطة جدا. السباك طبعا بيعملها بالشكل اللي قدام حضراتكم. المية بتمر من خط المية. من المصدر. بتمر داخل الجهاز. وتمر بتتأثر بالمجال المغناطيسي اللي بتثبت فيه جسم الجهاز. وبالتالي بتكون اكتسبت الطاقة المغناطيسية المتوفرة في الجهاز. شكرا.